أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تتغذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا منوح إنه كان أبدا شكورا وقذيناها إلى بني إسرائيل في الأرض لتبسلن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاءوا وعدوا لهما أبعثنا عليكم إربادا لنا أوليباس شديد فجاسوا خلال الديار وكانوا عدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأوال وبنيئين واجعلناكم أكثر نفيرا إن عسنتم عسنتم لأنفسكم وإن أساتم فنها فإذا جاء أوعدوا آخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتمروا ما علوا تتميرا عسى ربكم وإن يرحمكم وإن عدتم عذنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يدي للتي هي أقرم ويوشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عتدنا لهم أذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولها وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة لتمتوفنا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفسينا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتناه فإنما ياتني لنسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزروا عزرة وصر أخوى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نولك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فأقع عليها القول فدمرناها تدميرا وكما لكنا من القرون من بعد نوح وكما برمك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العدلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم دعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدعورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيكم مشكورا كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من أعطاء ربك ومن كان أعطاء ربك محزورا أنظر كيف فضلنا بعضا على بعض ولا الآقرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تدع المع الله إلها آخر وتقود مذموما مقذؤنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين عيسانا إما يبلغا عندك الكبر أعدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جنع الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لهما جنع الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لهما جنع الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم علوا بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين خفورا وآتنا القرباق والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضا عن مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا ولا تنع اليدك مغلولة إلى عنقك ولا توصلها كل البصد وتقعد ملوما محسورا وإما تعرضا عن مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا ولا تنع اليدك مغلولة إلى عنقك ولا توصلها كل البصد وتقعد ملوما محسورا ولا تنع اليدك مغلولة إلى عنقك ولا توصلها كل البصد وتقعد ملوما محسورا إن ربك يوصل الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ولا تغطلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقه وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تغطلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقه وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فعشة وساء سبيلا ولا تغطلوا النفس التي حرم الله إلا بالهاق ومن قتل مذلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل إنه كان منسورا ولا تغطلوا النفس التي حرم الله إلا بالهاق ومن قتل مذلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل إنه كان منسورا ولا تغطلوا مال اليتيم إلا بالتيه عسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسورا ولا تغطلوا مال اليتيم إلا بالتيه عسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسورا وأوفوا كي ليذا كلتوا وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وعسن تاميلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن الصوع والبشر والفهاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن الصعب والبصر والفهاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تنشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تولغ الجبال أولتونا كل ذلك كان سيه عند رمك مكوها ولا تنشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال أولا كل ذلك كان سيه عند رمك مكروها ذلك مما أوحى إليك رمك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى إليك رمك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأسراكم ربكم بالبنين واتغنى من الملائكة ناثا إنكم لتقولون قولا عزيما أفأسراكم ربكم بالبنين واتغنى من الملائكة ناثا إنكم لتقولون قولا عزيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي الأنش سبيلا سبحانا وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات الصبو والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرت حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة من يفقه وفيه أذان وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدا ولوا على أدبار النفورا نحن علوا بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إن يقولوا ظالمون إن تتمعون إلا رجلا مسعورا انظر كي وذربونك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا قل كونوا عجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسا ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستنبون بحمده وتزنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي عسى إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا رمكم علوا بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذمكم وما أرسلناك عليهم وكيلها ورمك علوا بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الظهر عنكم ولا تحوي إلى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون أذابه إن عذاب ربك كان محزورا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون أذابه إن عذاب ربك كان محزورا وإن من قرية إلا نحن مولكوها قوءوا ليوم القيامة أو موذبوها أذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة منصرة فذلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخيفا وإن قلنا لك إن ربك عط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخففهم فما يزيدهم إلا تغيانا كبيرا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت تينها قال أريتك هذا الذي كرمت علي لإن أقرتني إلى يوم القيامة لحتني كان ذريته إلا قليلا قال الأب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستغزل من استطعت منهم بصوتك وأجلم عليهم بخيلك ورجلك ورجل ورجلك وشاركهم في الأوال ولعوا أولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا واستغزل من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأوال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجئ لكم الفلك في البعرض تلتغوا من فعله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم طر في البعرض لمن تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عارزتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصب بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاشفا من الضين فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفوزيلا يوم ندعو كل ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يسلمون فتيلا ومن كان في هذه عما فهو في الآخرت عما وأظل سبيلا وإن كادوا ليستبدنونك عن الذي أوحينا إليك لتفطر علينا خيره وإذا لتعذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كد تتركوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك زعف الحياة وزعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستمزونك من الأرض ليخرجونك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلاها قليلا سنة من قد أرسلنا قولك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس لا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشودا ومن الليل فتعجد بي نافلة لك عسا أن يباث كرمك مقاما محمودا وقل ربي أدخلي مدخل سنق وأخرجني مخرج سنق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الهق وساق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يسيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعن على الإنسان عارض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل عملوا على شاكلته فربكم علوا بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك للروح قل اذبعه من أمر نبي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شينا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بي علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فالله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض زهيرا ولقل سرفنا للناس بهذا القرآن من كل مثل فابها أكثر الناس لا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى توجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تهجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هنخنت إلا بشرا وسولا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا وسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا وسولا قل كواب الله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا فمن ياد الله فوأ المتد ومن يضلل فلم تجد لهم أولياء من دونه أعشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم صعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عذاما ورفاتا أئنا لم أبعثون خلقا جديدا أولن يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يقلق مثله وجعل له أجلا لا ريب فيه فمطالمون إلا كفورا قل لو أنتم تغلكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسك خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا ولقد آتينا موسى تصعيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد يستفز من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء أوعدوا الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالهاق أنزلناه وبالهاق نزل وما أرسلناك إلا وشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزينا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قوله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجلا ويقولون سبحان ربنا إن كانوا عد ربنا لمفعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا السجدة بسم الله قل دو الله ودو الرحمن أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافذ بها وابدغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتغذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبد الكتاب ولم يجعل له عواج صدق الله العظيم